فما النظرة غالطة مادام سلوى محمد ليكم والممثلين دي ما يغزروا لكم كممثل رهو رمز البدخ وعندو برشا فلوت وعندو فيلا بالبيسي والت البارح بارك يا بنتي فما باي نبيع ونشري معاو معا واحد ندرفاش نشري في خذار ولا عطار ولا قال لي عادو بربي انتو ما بربي الممثلين انتكن برشا فلوت قلت له برا صمو قول لي انتي عايش في تونس ولا ليه قال لي عايش في تونس قلت له ما ريش اغلبنا يموتوا في السبيترات ما عندهمش حتى باش يداويوا ما ريش اغلبيتنا ما عندهمش اشاري ما ريش اغلبيتنا يخرجوا فيهم من ديارو ما عندهمش يخلصوا الكريه قلت له حرم عليكم ما عنا تنعتو فينا في بنوعوت رونا ما عنيش اللي خدم على روحه وجريه ودب الراسه ولي عمل حاجات اخرين الى جانب التمثيل لما رو التمثيل ما يعايش وعلى هذاك انا منعت بناتي مش ما يعاملوش التمثيل وانتي هزيتني لسه ايه لذيكة مقراوكي في افكارنا كيف بعضنا يا كنت بش نسيلك بش نقول لك ش هذا اللي خليك تمنع ابناتك انهم يدخل التمثيل برغم اللي بنتك وميمة كان لها ظهور صغير في مكتوب مع سامي الفهري برشة ظهورات ظهرت في انا هذا اللي انتفكر لا لا في برشة حاجات كانوا عايطولها وقت اللي كانت تعمل لها في جوغاسيون هي وقتها خاطر انا كنت نبعث بنيتي الزوز ولاد خويا ولاد الزوز دا سيختناش كنت نبعثهم على ولاد الكل بياسيوغ اصحابي هزوهم في جوغاسيون مش يتفردوا ويشوفوا الاجوام تعليسيديو ويتوسعها وخذاهم خذاهم مثلوا ودير مرة مثلت شايمة وميمة في مكتوب في مكتوب هاي وعملوا برشة دي سيكونز دي بتيت سيكونز اما وقت اللي يكبروا ولا فريمانس بايا وحبوا يدخلوهم للجو قتلوهم لاي على خاطر الفلوس ولا على خاطر ميدان الفن صعيب ما فيهش مستقبل ما فيهش مستقبل ما فيهش شوفنا هنا كنا اللي خادمين خمسين سنة وين وصلنا النسيح الممشي في بيلي من المستسأل الممثل في تونس كما فيه هوليو يضرب فيه خمسمائة مليون ما تلو مش روحك تقول